موسيقى أهلا وسهلا بكم عزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقتنا الأسبوعية قلوب لا تخاف والنهاردة جينا للحلقة العشرة والأخيرة من السلسلة اللي واخدينها لنا فترة من أسمى التعليم من مسيحنا العظيم أو الموعزة على الجبل الموعزة على الجبل وتكلمنا في تسع أجزاء قبل كده هنلخصهم بسرعة لكن جينا للجزء الأخير من الأصحاح السابع اللي هو من عدد خمستاشر لتسع وعشرين هنقرأه مع بعض لو معك كتابك المؤدس ومعاك افتحيه معينا نقرأه مع بعض بيقول كده في عدد خمستاشر احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتون بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الرادية فتصنع أثمارا رادية لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رادية ولا شجرة رادية أن تصنع أثمارا جيدة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذن من ثمارهم تعرفونهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا قوات كثيرة فحين أذن أصرح لهم أني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبه برجل عاقل بين بيته وعلى الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما فلما أكمل يسوع هذه الأخوال بوهد الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب أسمى التعليم من مسيحنا العظيم حلق سلقنا بسرعة في نقط سريعة كذا أحباء المشاهدين كلمنا في متة خمسة خدنا عدة حلقات اتكلمنا فيها عن التطويبات اتكلمنا عن صفات أولاد الله في سبع تطويبات اتكلمنا عن تحديات أولاد الله في التطويبين الأخرين وبعدين رب يسوع كلمنا أنتم ملح الأرض كلم التلاميذ أنتم نور العالم وكلموا قال لهم ما جئت لأنقض النموس بل أكملوا ثم بعد ذلك ابتدى يكلم التلاميذ عن علاقتهم بالنموس سمعتم أنه قيل وقيل وقيل أما أنا فأقول لكم تكلمنا عن الزنا عن الطلاق عن الحنث أو الحلفان عن عين بعين وسن بسن عن محبة الأعداء تحب اللي بيحبك وتكره اللي بيكرهك أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم هذا كان في متة خمسة لكن انتقلنا إلى جزئين في متة ستة وتكلمنا فيهم عن علاقة التلاميذ بالله الآب أو علاقتنا إحنا بالآب لما قلنا الصلاة وهي العلاقة بيننا وبين الرب وتكلمنا عن الصدقة علاقتنا بالآخرين وتكلمنا عن الصوم علاقتي أنا مع نفسي من خلال الصوم ثم انتقلنا إلى الجزء الثاني في الأصحاح السادس عن كنزك وقلبك ومالك وإزاي أني لا يقدر أحد أن يعبد سيدين ثم تكلمنا عن احتياجتنا لما رب يسوع قال لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون لأن هذه كلها تطلبها الأمم أنتم أفضل من عصفير كثيرة ثم أتينا إلى الأصحاح السابع من إنجيل متة وتكلمنا في الحلقتين السابقتين لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانوا وتكلمنا في الحلقة التسعة الماضية عن الأفعال الخمس اسألوا اطلبوا اقرعوا افعلوا كما تريدوا أن يفعل الناس بكم ثم ادخلوا من الباب الضيق والنهاردة بنعمة الله سنختتم السلسلة بتاعة الموعظة على الجبل بهذه الجزئية لأرينها من عدد خمستاشر لعدد تسعة وعشرين وحنتكلم عنها في عنوان بيقول السمار والأفعال وأمجد الأقوال السمار اللي رب طلب أن الشخص يتعرف من ثماره من ثمارهم تعرفونهم والأفعال بتاعتنا هل هي تمجد الله أم لا وكيف بهت الجموع من هذا الإله العجيب الذي تحدث معهم بهذه الموعظة الفريدة في نوعها في العالم كله أول حاجة هنتكلم عنها أحباء المشاهدين عن الثمار المرتين في الجزء اللي قرناه من ثمارهم تعرفونهم الشخص بيبان من الثمر بتاعه وقال حرصوا من الأنبياء الكذبة وما أكثر الأنبياء الكذبة في هذه الأيام اللي فعلا بيخلطوا الحق بالباطل اللي بيتوهوا الناس اللي بيتكلموا عن محبة الله لكنهم يتجهلون قداسته الله محب وناس كتير يقولوا الله المحب اللي انتو بتقولوا عليه انه تجسد ومات في الصليب إزاي يرضى يهلك الناس إزاي يرضى ان الناس اللي ما تقبلهوش تروح جهنم إزاي طبعا الكلام ده هما بيتجهلوا قداست الله وكأن الخاطي والمؤمن بيتساووا مع بعض وإتسوكي المسيح مات عشان الجميع فمهما كانت تصرفاتي ومهما كانت حياتي أنا حروح السماء طبعا عدالة الله وقداسته تمنع هذا تماما فبيقول السمر بتاع الشخص هو اللي بيبين شخصيته هو اللي بيبين إن كان الشخص ده تقي فعلا أم لا فبيقول لو أنا عندي شجرة الشجرة دي كلها شوك هل أتوقع أن أنا أخذ منها تين مش ممكن هل ينفع أخذ منها عنب؟ مش ممكن الشجرة لو هي رادية هل هتصنع أصمار جيدة؟ مش ممكن من رابع المستحيل الشجرة الصالحة المثمرة بتدي ثمار والشجرة الرديئة اللي هي مش بتنتج ثمار مش بتديني ولا حاجة أي نعم أنا مكون ماشية في أي مكان فيه أشجار كلها بتتساوى بشوف كله شجرة عبارة عن الجزع بتاع الشجرة والورق الأخضر ببقى مش مميزة الشجرة دي صالحة أو مش صالحة مثمرة أو لا لكن لما بقرب من الشجرة بشوف هل فيها ثمار؟ ولا ما فيهاش ثمار لكن من بعيد بين كله شجر كله شجر كله خضرة لكن مش بين الشجرة دي بتدي ثمار ولا مش بتدي ثمار عشان كده قال كل شجرة مثمرة تأتي بثمار جيد والشجرة الرديئة لا تعطي ثمرا وإن أعطت فتعطي ثمار رديء تعطي ثمار رديء عشان كده الأنبياء الكذبة اللي بيحذرنا منهم اللي كتير بيخبطوا على بيوتنا اللي كتير فعلا بيأتوا في صورة حملان وهم يشككون في لهوت المسيح وهم يشككون في صلب المسيح وهم يشككون في قيامة المسيح وهم يشككون في صحة كلمة الله العظيمة المباركة المنزهة عن أي تحريف أو خطأ ما أكثر الأنبياء الكذبة في هذه الأيام يحفظنا الرب ويدينا الرب روح تمييز لما حد يخبط على البيت ويقولك إحنا من الكنيسة الفلانية إحنا منتظرين كوتيجو تشاركونا إحنا منحب الناس تيجي وبنعمل حفلات وإحنا أنا على طول بسألهم أنتوا من أي كنيسة أول ما بعرف أن هما مثلا من شود يهوى أو من المورمن أو من أي حتة بقولوا شكرا أنا مش هاجي الكنيسة أنا التعليم بتاعكم ده خاطئ أنا مش مقتنع بي على طول أنا بوقفهم علشان ما يتمدوش أن كل شوية ييجوا عندنا أو عند أي حت لازم الرب يدينا روح تمييز ولازم نعرف الناس اللي بيتكلموا معينا دول هل الناس فعلا بيعبد الله بالروح والحق هل المنهج بتاعهم أنتوا عارفين أن هؤلاء الناس الأنبياء الكذبة عندهم كتاب كاتبينوا على مزاجهم وحاسفين منه الأجزاء الرائعة المهمة اللي هي السبب في داء العالم وبركة العالم هم يقولوا إحنا معنا كتاب زيكم لا مش زينا لو موسيكتو الكتب بتاعتهم تلاقيوها مختلفة عننا تماما وحاسفين منها أجزاء كتير وضيفين حاجات هم حسب الفكر بتاعهم اللي هم مقتنعين به إذن من ثمارهم تعرفونهم في أرمية 18 بيقول عن الأنبياء الكذبة دول يشفون كسرة بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام وقال آه يا محبوب ربي بركك ولأ هيحصل ولأ هيجي ولأ هيروحه كلامهم كله بيكون فعلا كلام بالجسد وانت بتقدر تميز والشخص التقي اللي روح الله ساكن فيه بيقدر يميز الناس دول هل بيتكلموا بالروح هل فعلا الروح القدس ساكن فيهم ولا بيتكلموا كلام فض مجالس زي ما احنا بنقول في بلدنا العربية من ثمارهم تعرفونهم لكن ليس الثمار فقط لكن هناك الأفعال أيضا بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات عشان كده الرب بيحذرنا أن يبقى عندنا روح حساس ولا ننخدع بالمظهر الخارجي في ناس عاد تسلم عليك سلام كده ناعم وبهدوء وبابتسامة وانت تقول يا سلام على القداسة لكن لما تجرب وتحتك بيه تلاقيه لأ ده بيفكر تفكير بعيد كل البعد عن معرفة الله الحقيقية يقول عنهم الكتاب لهم صورة التقوى لهم صورة التقوى كثيرين جدا لهم صورة التقوى وكثير بنقابلهم في كناسنا بيحضروا معنا لكن هم مظهر خارجي إشرة برانية بس لهم صورة التقوى زي كتبوا الفرسيين زمان لهم صورة التقوى تشوفهم في الهيكل هايس عدو لكن تشوفهم بره الهيكل بعيد كل البعد عن معرفة الله الحقيقي عشان كده كان دايما المسيح يقول لهم أنتم من الخارج قبيور مبيضة قبور بيضاء لكن من الداخل عظام أموات وكل نجاسة أنتم حاجة من بره لكن من جوه حاجة تانية مختلفة تماماً تماماً الحاجة اللي بتميز المؤمن الحقيقي عن الشخص المتدين هي سلوكياته سلوكياته العملية هي اللي بتفصل بين شخص وشخص مش كل حد قال أنا مؤمن أنا بحب الرب أنا باتبعه يبقى هو فعلاً كده لكن خليك تيجي عن قرب كده قريب منه خلي أي احتكاك في موقف يظهر على حقيقته يظهر يدينا الرب فعلاً أن يبقى عندنا روح تمييز جداً فاكرين الشعب بزمان كان منين ما يروح الرب يسوع يتبعه جمهور كثير جداً بيحبه جداً بيحبه المعجزات اللي هو بيعملها لكن كلمته ما غيرتش في حياتهم هما بيحبول أنه بيتفرجوا على واحد مشلول قام من الشلل ومشي واحد ميت قام وبقى عايش تاني شافوا معجزات فظيعة خمس خبزات وسمكتين تأكل ألاف مؤلفة من الناس حلو لكن هما أعجبوا بشخصيته أعجبوا بأفعاله لكنهم لم يتبعوا أقواله لذلك لما جي وقت الصليب قالوا أسلوبه مش أنتوا اللي كنتوا ماشيين وراه مش أنتوا اللي كنتوا بتزحموه وبتتبعوه في كل مكان بيروحوا آه إحنا جايين دلوقتي تقولوا أسلوبه أسلوبه دموا علينا وعلى أولادنا هما هما نفس الشعب نفس الجمهور ليه؟ لأن هما أعجبوا بشخصيته ما خدوش حاجة لنفسهم ما خدوش ما خدوش نعمة لكن تشوف مثلا واحد زي زكة لما شاف المسيح وقال له اسرع وانزل الرب عمل في قلبه وقال له يا رب إن كنت وشيد بقى أحد أرد ليه أربع أضاف عمل في قلبه قال لي متى اتبعني ترك كل شيء ترك مكان الجباية وقامه وتابعه كل التلاميذ القديسين اللي تابعوه كان عدد قليل بالنسبة للجمهور الغفير اللي كان ماشي معاه هنا بيأتي المحك والفيصل بين شخص يعرف الله بزهنه بزهنه الزهن مليان الزهن مليان مشحون آه مشحون حافظ آيات حافظ للصبح لكن أين أنت من نعمة الله أين أنت من نعمة الله أين أنت من خلاص المسيح أين أنت من التغيير الذي أتى على حياتك وصيارك في المسيح يسوع خليقة جديدة وتستطيع أن تقولي الأشياء العتيقة قد مضى خلاص هو ذا الكل قد صار جديدا أعرف لو مش بتقول كده يبقى أنت لسه ما اختبرتش المعرفة الحقيقية للمسيح لو ما فيش كنته أصبحت أنا كنت واحد بعرف ربنا بزهني أنا بعرفه بالوراثة لأن أهلي كانوا ياخدوني الكنيسة ومدرس الأحد بأنه أنا صغير وطلعت في الكنيسة وطلعت بخدم أعرف ناس قريبي كانوا بيخدموا في الكنيس بيخدموا لكنهم لم يتقابلوا مع الله مقابلة شخصية من خلال المسيح والصليب عشان كده أرجوك عزيز المشاهد في اسم المسيح يسوع أقف وقف مع نفسك وقول له ما مدى معرفتي بيك يا رب ما مدى معرفتي بيك هل معرفتي مالية زهني شوية آيات حفظهم أنا عارف قصص الكتاب المقدس ولا معرفتي بيك أنك أنت حيفية فرق كبير فرق كبير أنك لما تقرأ الكلام ده الروح القدس جواك ينتعش وتحس الكلام ده جايي لك فعلا كمياه باردة لنفسه عطشانة يجي يكلمك يجري حديثي معه سرا ولا رقيب وأنا أتكلم معه ويعلمني ويرشدني ويفهمني وتبتدي سلوكياتي تختلف تماما لتكون موافقة للمكتوب تماما ومن ضمن الأمثلة في الكتاب المقدس عندنا شاول ابن قيس الملك ويا هوزر إسخريوتي تشاول كان مع الأنبياء كل ما يكونوا شوية أنبياء يبقى هو وسطيهم تشاول مع الأنبياء لكن سلوكيات تشاول ابن قيس إيه شخص شرير وإحنا عارفين كيف كان يطارد داود ويريد قتله لأنه حس أن ده اللي ممسوح من الله أنه يكون ملك بعدي وكانت مطاردات صعبة جدا ضد داود والمجموعة اللي كانت وراء وكانوا مختبئين في المغاير هروبا من بطش شاول وكان شاول فوقت من الأوقات يقول لك شاول كان مع الأنبياء بيتنبأ هل فعلا كان يتنبأ لا لكن يلا إحنا دول هناك بيتنبأ نروح وسطيهم دول هنا بيصلوا نروح وسطيهم لكن عايزة أقول لك هناك عينان تخترقان أسطار الظلام هناك إله فاحص القلوب ومختبر الكلا ويعلم جيدا هل أنت ابن حقيقي له أم أنك تعيش تمثلية وأنت لا تعلم وعارف لو كنت بتعيش تمثلية الإيمان فأنت بعيد عن ملكوت السماوات كل البعض كذلك يا هوزر إسخريوتي مع التلاميذ آه مع التلاميذ الرب بينويلهم آه في العشاء الرباني معهم آه لكن قبل أن يذهب ليدفع الثلاثين من الفضة ويسلم ابن الإنسان رب يسوع كشفه وقال لهم واحد منكم يسلمني وغمس لقمة وادهاله وبعدين مضهه علشان يبيع سيده بتلاتين من الفضة ما أنت كنت معايا يا هوزر ما أنت سمعت كلامه طب لما أنت تداركت أنك أخطأت ما خرجتش ليه وبكيت بكاء مر وطلبت المغفرة ليه مضيت وشنقت نفسك ليه هويت للجحيم وكان في إمكانك في فرصة للتوبة لكن للأسف ما فكرش في التوبة لكن فكر يخلص من نفسه ومش عارف أن الإنسان مش بتنتهي حياته عند الموت لكن هناك أبدية ما أصعبها ما أروعها مريعة يحفظنا الرب يحفظنا الرب يحفظنا الرب فعلا أن نكون عايشين تمثيلية الإيمان رب يحفظنا بقول له حفظنا يا رب احفظني يا رب من أي يوم في حياتي أكون بعيش حياة لا ترضيك لكن خليني أكون صفحة مفتوحة قدامك تخطط فيها ما تشاء وتنقش عليها ما تريد سيأتي يوما في الدينونة وسيقول الله لهؤلاء المتدينين الذين لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها اذهبوا عني يا فاعلي الإثم ابعدوا عني أنتوا كنتوا بتكرموني بشفاهكم فقط لكن سيقول للأمناء أولاده تعالوا يا مبارك أبي تعالوا ريس الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم يبقى في فئة هيقول لهم اذهبوا طبعا وفي فئة تانية هيقول لهم تعالوا أيوة بالتأكيد أي واحد انت منهم أي واحدة انت منهم خلينا نقف وقف مع نفسنا العمر مش مضمون صدقوني صدقوني الحياة بخار يظهر قليلا ثم يضمحي فكر في أبديتك أرجوك في اسم الرب يسوع أرجوك في اسم المسيح فكري في أبديتك هل أنا مخصول بدم المسيح هل أنا فعلا مخصولة بدم المسيح هل اسمي مكتوب في سفر الحياة هل أنا ضمنت حياتي الأبدية وإن لم يكن فتعالى أرجوك وسلم قلبك وحياتك للإله اللي فاتح زراعيه وبيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا لكن أحبائي ابتدى الكتاب يذكر أن من يسمع أقوالي ويعمل بها أشبه برجل عاقل بنا بيته على الصخر والذي لا يسمع لأقوالي أو يسمع أقوالي ولا يعمل بها فأشبه برجل جاهل بنا بيته على الرمل وخلينا نتخيل مع بعض رجل جاهل بيسترخص واحد جاهل ومش عايز يدفع فلوس وبيسترخص وعايز مقلة ودل فبيبني بيت ويروح حط وحط كده على الأرض ده كمان مش على الأرض ده على رملة ويقول بس المهم إن حاجة تحميني من البرد وخلاص بنا بيته ومحط لهش أي أساس وحطه على شوية رملة وعاش فيه وفرح به لكن خلوا شوية مطر يجوا ينزلوا على سقف البيت الأنهار لما كان في الفيضان زمان يجي الفيضان دلوقتي بيعملوا سدود عشان يحجزوا على الفيضانات الفيضان يجي يغطي الأساس بتاع البيت وساعات الماء تدخل في البيوت تيجي الرياح تخبط البيت من كل ناحية بص تلاقي الأمطار من فوق الرياح حوالين البيت الأنهار بتفيد وجاية الماء على البيت على الرملة الرملة بتنزل وتبوش هاي حصل إيه للبيت يقول سقط وكان سقوطه عظيما ده شيء متوقع متوقع قال هذا هو الشخص الجاهل الذي يسمع أقوالي ولا يعمل بها وشبهه برجل جاهل بنا بيته على الرمل طب الشخص الحكيم شخص الحكيم ده حاسبها صح حاسبها مظبوط ده بنا بيته على الصخر ده حفر في الصخر ده ثبت بيته على الصخر شان كده لما جات الرياح وضربت البيت من كل جانب وجات الأمطار من فوق وجات الأنهار من تحت ثبت البيت ولم يتأثر لأنه مبني على الصخر هذا هو الرجل العاقل هذا هو الرجل العاقل الذي يسمع كلام الله ويعمل به يا ترى نقف وقفة مع نفسنا ونقول أي شخص أنا فيهم هل أنا حياتي محطوطة على الرمل هل البيت بتاعي والهيكل بتاعي مبني على شوية رمل على تفاهات العالم على الخدع اللي إبليس بيخدعني بيها وأنا بصدقه على شهوة العالم وشهوة العيون وتعظم المعيشة هل أنا فعلا حياتي مبنية على هذه الأساسات الفانية أخاف عليك أخاف عليك يكون بيتك مبني على الأمور الفانية التافهة اللي حتنتهي بأسرع ما يمكن وحنقف ندي حساب عن حياتنا ماذا فعلنا بحياتنا خيرا كان أم شرا لكن بصلي أن ربي ينقلك وتيجي للمسيح وحياتك تتبني على صخر الظهور شخص الرب الصخرة هو المسيح الشخص العاقل اللي سمع أقواله وطبقها على حياته وبنى حياته على الصخر فهو الذي بنى حياته على صخر الظهور الذي هو المسيح تسنية 32 أربعة موسى قال كده هو الصخر الكامل صنيعه هو الصخر الكامل صنيعه ما أروح حياتنا حينما تستند عليه ما أروح حياتنا حينما تكون مثبتة في شخصه العزيز المبارك لكن في كرونسوس الأولى عشرة أربعة يتكلم عن الشعب ويقول والصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح الصخرة كانت المسيح هو الصخر الكامل صنيعه بنيت حياتك على صخر الظهور بحق وحقيقي ولا زي ما حفظنا من أهلينا بسمع كتير قوي على التليفون الكلام ده لسه واحدة بتقول لي آه أنا بحب ربنا وأنا بنت ربنا وأنا كويسة وأنا مش بعمل أخطاء لكن عملة تحلف 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 ترهز طب خلينا نتكلم خلينا نتكلم وبدأت تكلمها عن خلاصه وعن تغييره وعن محبته قلت لها تيجي تسلم حياتك لي تقبل لي قتلي آه آجي قلت لها عشان الحلفان قتلي آه أنا على لساني قلت لها لا روح القدس حيجي يغير يشكل أونينا بحياتنا نكون إنجيل تيجي وجدت وصلت وطلبت وجه الرب وطلبت خلاص المسيح وسكن الروح القدس في حياتها حبائي خلونا نقف وقفة مع أنفسنا ونعلم ما موقفنا الحقيقي من يسوع المسيح المخلص من ثمارهم تعرفونهم تكلمنا عن الثمار واتكلمنا عن الأفعال لكن هو صاحب أمجد الأقوال أعظم الأقوال مفيش حد عرف يقول سطرين فيهم فضائل وقوة وسلطان زي اللي قاله الرب يسوع عجيب جدا في أقواله عجيب في كلامه قال عنه في أشعياء تسعة ستة ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام هو عجيب عجيب في كل تصرفاته عجيب في أفعاله عجيب في أقواله عجيب في قدرته وفي كلامه عاد تتأمل في العظم والسلطان الغير عادي اللي كان في حياة وأقوال وأفعال ربنا وفدينا ومخلصنا يسوع المسيح عجيب في أولادته أشعياء السبعة 14 يقول كده ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل عجيب في أولادته عجيب في أعماله كل أعماله كانت عجيبة جدا يحن 15 24 بيقول لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية أنا عملت معاهم وقدامهم أعمالا ما حدش قدر يعملها وما حدش هيقدر يعملها ومع كده مش مصدقيني ومع كده مش راضيني يقبلوني في حياتهم عشان كده بتتحسب عليهم خطية لو ما كنتش عملت ده كله معاهم كانوا عملوا إيه لكن أحبائي ليس فقط عجيب في أولادته وعجيب في أعماله لكن عجيب جدا في كلامه ما أروع كلامه ما أروع كلامه صدقوني أنا لما بعض أقرأ ساعات أحس طعمه بقيت غير بقى حلوه أقوله كلامك أشهى من العسل وقطر الشهاد يا رب أشهى من العسل يحنى 746 أجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان لا شفنا ولا هنشوف حد يتكلم قط مثل هذا الإنسان عجيب في كلامه عجيب في أفعاله عجيب في أولادته لكن كان عجيبا في موته موته كان عجيب جدا 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 متى 27 من 50 لو 54 بيتكلم عن الصلب زي رب يسوع لما أسلم الروح ونشقى حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل وحصلت زلزلة واتفتحت القبور وخرج منها ناس في متى 27 حقر الجزء ده بسرعة بيقول من عدد 50 إلى 54 فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين ناس آموا من القبور لما أسلم المسيح الروح وأما قائد المئة والذين معه فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله يا سلام ما صدقتوش إلا دلوقتي بس دلوقتي اللي صدقتو آه ما كناش مصدقين احنا ما تخيلناش إن الله يتجسد في صورة إنسان احنا فاكرين مسيح جاي بس مش هيجي دلوقتي احنا ما كناش متخيلين فكان عجيبا حتى في موته وعجيبا في قيامته في أعمال 224 و27 يقول الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منهم وفي عدد 27 لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا عجيب هذا الإله عجيب حبائي إلهنا العظيم المبارك هو المعلم وهو المنهج هو المعلم وهو الدرس في نفس الوقت لأنكم لم تتعلموا المسيح هكذا إحنا بنتعلم من المسيح ونتعلم المسيح نفسه فهو المعلم لنا وهو المنهج أيضا هو الذي جاء ليكمل النموس ويفك الرموز بتاعته العهد الأديم كان فيه رموز كتيرة نبوات كتيرة جدا بتتكلم عن مجيء وعن صلب وعن قيمته وعن فداء وعن خلاصه ما كانوش فاهمين هالناس لما جاء المسيح ابتدى يفك الرموز والتلاصم اللي كانت في العهد الأديم ابتدى يظهرها واحدة فواحدة فواحدة يا رب يا بختنا بك يا رب ما أعظمك وإنت فعلا إله سيد على حياتنا كان يتكلم بسلطان وليس كي كتبه عشان كده هم بهتوا من تعليمه أي إنسان مثل هذا مين هو ده مين هو ده لكن سلطانه مش بس في كلامه سلطانه كالله الديان العادل اللي حيديني المسكونة بالعدل يوما من الأيام أحباقي هناك سنائيات كثيرة اتكلم عنها المسيح اتكلم على نوعين من البشر المؤمنين الأطقياء والأشرار اتكلم عنه نوعين من الكنوز كنز في السماء وكنز على الأرض اتكلم عن بابين الباب الضيق والباب الواسع اتكلم عن نوعين من الأساس أساس في الصخر وأساس في الرمل اتكلم عن نوعين من الأبدية الأبدية المجيدة السعيدة في المجد والأبدية التعيسة مع إبليس أحلى الثمار وأروع الثمار من ثمارهم تعرفونهم وأمجد الأفعال وأمجد الأقوال من إله عظيم جدا 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 هل تصدق كلامه؟ هل تصدق صانيعه معاك؟ هل تصدق صانيعه لأجلك؟ أعتقد ما سبشي ولا نقطة ما ذكرهاش في الموعزة على الجبل عشان لما يجي وقت ويقول أنت بالعوصر أيها الإنسان اتكلمت معاك بكل الطرق شرحت ليك بكل المفاهيم وضحت لك بكل الصور وقد قصيت قلبك حاسب تعال قبله وقلوا رب هأنزة تعال أملك على حياتي حبقنا المشاهدين خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل موسيقى ربي معاك أنا ما بخفشي ماسك إيديها وأنا بمشي وفي كل ظروفي ما نسجشي دعنيك صهرانة ما تنعشي ربي معاك ربي معاك ربي معاك أنا ما بخفشي موسيقى كهك تسائر قدامي ويريحني في حزاني وكهك تسائر قدامي ويريحني في حزاني ايديك الحلوة ستراني موعدة ربي رفعني حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخفشي حبيبي معاك أنا ما بخفشي ماسك إيديها وأنا بمشي وفي كل ظروفي ما نسجشي دعنيك صهرانة ما تنعشي حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخفشي موسيقى سحبك لي يا ربي كبير وسعبك عني يا قوة دليل سحبك لي يا ربي كبير وسعبك عني يا قوة دليل سود الرحلة موسيقى 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 حبيبي معاك موسيقى 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 فادي في أوهايو عنده كانسر عمره 34 سنة هيعمل عملية وقبل كده اظهر عمل العملية وارجع له مرة تاني عنده ثلاث أطفال ورب يتولاهم ويسد احتياجهم فيوليت من كندا عندها التهاب في الأعصاب ولا تستطيع المشي وعندها مشكلة بينها وبين مرات ابنها هناء من كاليفورنيا عندها ابن وعمره 40 سنة متجوز من واحدة شريرة بتعمل سحر وهو شخص مش مؤمن فطبعا السحر ماشي عليه وهو بيفكر في الانتحار جديا لأنه مش عارف يخلص من مشاكل بتاعته والأم منهارة جدا كيف عليه انتحر أخت من ميتشيجين عايزة صلاة لأختها وزوجها وأولادهم عشان يبقى فيه بينهم سلام في البيت أخت من عمان عندها ثلاث أطفال واحد بيعاني من صرع والتاني والاثنين التانين بيعانون من التوحد واحد عنده صرع والاثنين عندهم توحد زوجها رجل قاسي بيعاملها وبيعامل الأولاد بقسوة أخوها في السويد وزوجته أولاده في سوريا فالرب يرتب ويتلم شامل الأسرة يعني في السويد أخت من مصر غير قادرة على المشي وتطلب صلاة بنت في كاليفورنيا عمرها 16 سنة عندها كانسر وهي الآن في المستشفى وتعبانة شاب في أوروبا عنده مشاكل أسرية جمدة جدا وينتظر تدخل الرب السريع ويحتاج لعمل مستقر لتغطية مصاريف بيته أخت تطلب صلاة أن يوجد لها الرب شغل شاب سنه 36 سنة اختبر المسيح وكان بيخدم الرب لكن جاله اكتئاب شديد هو في أوروبا وأهله لا يعلمون عنه شيء ولا يعلمون مكانه فين صلاة الأجل شاب سنه 26 سنة عنده اكتئاب وصرع وعليه ديون كثيرة وغير قادر على الشغل شخص عمل عملية خاصة ويحتاج لعلاج مكثف لمدة شهر ونص كل يوم والأسرة تنتظر لمسة الرب الشافية له صلاة لسيدة تعاني من شر أولادها في تعاطي المخدرات والقيود الشيطانية التي تسيطر عليهم وتجعلهم بعيدين عن الرب كل البعض أمين ربي يتمجد معهم حبائي عندنا استجابتين شاب كان بدون عمل واتصلت والدته وصلينا مع بعض لأجله فبتقول لي بعد ما صلينا ربنا بعت له ثلاث وظائف يختار بينهم بعد ما كان ليه فترة قرب على سنة بدون شغل فرب بعت له ثلاث وظائف أشغال وكان محتار بينهم واختار أفضل الوظائف واتصلت الأم فرحانة بتشكر الرب على صنيعه مع ابنها اتصلت أخته وقالت صليته لأحفادي في كندا وفي لندن رب تمجد معهم في الامتحانات كانوا تعبنين في المذاكرة وخايفين من الامتحانات لكنهم نجحوا بتفوق وأنا أشكر الرب من أجل استجابة الصلاة أمين رب صالح جدا يبارك أولادنا وشبابنا إحنا عايزين نصلي لأجل أولادنا الشباب جاتني مكلمة عن أم مرة النفس أن أولادها في المدارس بيعلموهم الإلحاد للأسف وبتقول لي لا عايزين نروحوا كنيسة ولا عايزين يسمعوا عن ربنا وحسين الكلام عن ربنا كلام يعني بتاع الناس اللي مخهم مش متزبط يعني حاجة تحزن حاجة تكسر القلب أن فعلا في هذه الأيام بدل ما يشجعوا الأولاد على معرفة الله ليكون سلوكهم كويس وحسن وممتاز بيشجعهم على الإلحاد والشر والنجاسة الرب يحسن إلى كل أولادنا الشباب في الرضا نصلي لأجل أولادنا لأجل أسرنا لأجل عمل الله فينا لأجل قناة الكرمة لأجل بلادنا الحبيبة العربية كلها يلا بينا نصلي ونحط نفسنا بين إذن الرب كل تلبط الصلاة ويريت الكل اللي شاركنا الصلاة لكل أجل كل الأحباء والأجل تلبط الصلاة لأدي كده اللي عندنا جوه دي آخر تلبط جد بناخدها قبل الحلقة يا رب ما أمجد اسمك يا رب ما أعظمك يا رب بنشكرك جدا جدا وبنأتي أمامك ونؤمن أنك موجود وتجازي الذين يطلبونك أنت الذي قلت اسألوا تعتوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له ونحن أتينا أمامك يا سيد الأرض كلها نطلب ونقرع باب رحمتك العظيمة بابك المفتوح لنا يا رب كل أيام الحياة نأتي وندخل ونخرج ونجد مرعة لأنك أنت هو الباب يا رب اجعلنا ندخل من هذا الباب العظيم المبارك يا رب فنخلص يا سيدنا الرب يا رب في فضلك علمنا كيف نعيش باستقامة قلب أمامك كيف تكون لنا ثمار حية في شخصك كيف تكون أفعالها أفعالنا مصدرها روحك القدوس يا رب يا رب تقابل مع كثيرين الآن يا رب تقابل مع كثيرين أوعى تسمح أن نبني بيوتا على الرمل فتأتي الرياح والأنهار والأمطار ويسقط البيت ويكون سقوطا عظيم لكن سعدنا أن نبني حياة على صخر الظهور شخصك العزيز المبارك أنت الإله القدوس الذي قلت نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة سعدنا أن نكون قدسين في كل سيرة هذه الأقوال يا رب هذه الكلمات الفريدة العجيبة يا رب التي قدمتها لنا بغنى يا رب التي لم يقول مثلها إنسان على وجه هذه الأرض قدمت لنا الكثير جدا من أسمى التعليم يا رب سعدنا نتعلم ونعمل لأنك أنت أنت بشخصك الفادي المحب كنت تعمل وتعلم فسعدنا فعلا يا رب أن نسمع ونكون عاملين بالكلمة لا خدعي نفوسنا يا سيدنا الرب رب نصلي الأجل بلادنا العربية يا رب نصلي الأجل كل بلد على حدة وبنصلي الأجل كل الأسر المنهارة وكل الأسر اللي في ضياع وكل الأسر اللي عيشة في خيام وكل الأسر المتألمة من البرد والتي تتدور جوعا واللي فقدت كل شيء يا رب أعبر إليهم يا رب أعنهم يا رب تراقف عليهم يا رب أوصل إليهم يا رب عظم عملك في وسطهم تعال بتعويضات السماء على الأرض ليهم اظهر لهم ذاتك يا سيدنا الرب تعال والأبواب مغلقة أمامهم لأنك أنت المكتوب عنك وجاء يسوع والأبواب مغلقة أنت الذي تأتي والأبواب مغلقة أنت الإله الذي طريقك في المياه الكثيرة تعال على عبيدك المظلومين والأسر الحزينة والأرامل والأيتاب يا رب والناس اللي فعلا دموعها مش بتنشف أوصل إليهم عزي قلوبهم طيب خواطرهم انصفهم يا رب من فضلك من فضلك يا رب تراقف في هذه الأيام الصعبة على كل إنسان مظلوم ومنحني ومضغوط ويترجى وكك يا سيدنا الرب يا رب نسلي أجل أولادنا الشباب يا رب أذكر أولادنا الشباب يا رب أذكر التعليم في هذه الأيام يا رب تراقف على اللي بيحطوا المناهج وخلص حياتهم يا رب من الدمار لأنهم فعلا أشرار ويبثون هذا الشر في المناهج ويبعدون الأولاد عن الله العظيم المخلص والفادي يا رب افتقد شبابنا في هذه الأيام وعرفهم طريق الحياة الأبدية نحن نضعهم بين إيديك الأمينة وننتظر عملك فيهم يا سيدنا الرب بارك الأطفال يا رب الصغار من فضلك انميهم في النعمة ومعرفتك يا رب حتى لا يتشبعوا بكل التعليم اللي بياخدوها في المدارس بنصلي لأجل هذه البلاد بنصلي لأجل هذه البلاد يا رب اللي هي بدل ما تكون سبب بركة وإرسليات للعالم بتكون أحيانا سبب نكبة على العالم يا رب أذكر رؤساء البلاد يا رب مر عليهم رئيس رئيس افتقد حياتهم حتى يكونوا سبب بركة للشعوب وليس سبب كارثة للعالم في اسم المسيح يسوع يا رب ارحم بلدنا وارحم شعوبنا وارحم العالم في هذه الأيام الأخيرة ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته في اسم ربنا يسوع المسيح احنا استوضع الكرمة أيضا بين إيديك بما فيها يا رب من عمل عظيم جدا وبما بمن فيها من يا رب عاملين كرسوا حياتهم لخدمتك يا رب باركهم استثمر كل فكر فيهم لطعتك مباركا كل برنامج وكل شخص يعمل في هذا المكان في اسم المسيح يسوع بصلي وشكرك لأنك سمعت واستجبت لك في المحبوب الغالي كل كرامة وماجد من الآن وإلى الأبد أمين مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب إيه رأيكم فأسمى التعليم من مسيحنا العظيم إيه رأيكم فأسمى التعليم هل حد قال أي شيء في هذه التعليم من كل الأبطال اللي شفناهم واسمعناهم على مر العصور والأزمنة والأجيال إطلاقا أسمى التعليم من مسيحنا العظيم اللي قال لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا اللي قال لنا التطويبات العظيمة المباركة اللي خدناها واللي قال لنا واللي قال لنا أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم واللي قال لنا ما جئت لأنقض النموس بل أكمله واللي حكى معنا وقال سمعتم أنه قيل لا تقتل لا تزني لا تحنث عين بعين وسن بسن تحب قريبك وتبغد عدوك أما أنا جي كمل النموس فأقول لكم أحب أعداءكم بركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم هو اللي كلمنا عن الصدقة وعلمنا إزاي نعملها واللي كلمنا عن الصلاة وعلاقتنا بالآب من خلال الصلاة ومن خلال الصوم علاقتنا بأنفسنا هو اللي كلمنا عن محبة المال وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك هو اللي قال لنا أنتم أفضل من عصفير كثيرة لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون وبما تلبسون لأن هذه كلها تطلبها الأمم لأن الله يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها وكلمنا أن إحنا لا ندين لكي لا ندان وكلمنا وقال لنا اسألوا اطلبوا اقرعوا وقال لنا القانون العظيم كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء كل ده ألهلنا وقال لنا ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب اللي بيؤدي إلى الهلاك كثيرون الذين يدخلون منه لكن الباب الضيق يؤدي للحياة الأبدية وقال لنا النهاردة من ثمارهم تعرفونهم يسعدنا رب أن يكون لنا الثمر المتكاسر إلا حسب قلبه كلمنا عن الأفعال كلمنا أن نتحذر من الأنبياء الكذبة والتعليم الخطئة ونبني حياتنا على صخر الظهور شخص ربنا يسوع المسيح وهو كان النموذج الأعظم لنا اللي ترك لنا مثالاً كاملاً لكي نتبع خطواته كان عجيباً في كلامه كان عجيباً في أفعاله كان عجيباً في ولدته كان عجيباً في موته وكان عجيباً في قيمته هل تؤمن به؟ هل تصدق كلامه؟ هل تعيش وتحيا له كل أيام حياتك؟ حيكرمك، حيبركك، هيتمجد فيك حيديك ثمار متكسرة في حياتك وبعد ما يبركك، أنت هتكون باركة للآخرين ربي سعدنا نحن فعلاً نقف أمام كل كلمة وكل آية قد قرأناها في الموعزة على الجبل وأسمى التعليم من مسيحنا العظيم نشكركم أحبان المشاهدين نلتقي بكم في حلقة قادمة أنت أن الرب في الأسبوع القادم والرب يكون معكم، أحفظكم إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة